اهلا بكم من جديد قالت الصحيفة أيضا عن العميد البحري أدريان فراير قائد قيادة المركز البحري بالمملكة المتحدة أن لندن مصر على مواجهة التهديد الدائم الذي تشكله إيران بعد سلسلة من المواجهات الأخيرة ووصفها بأنها الدولة الرئيسية المزعزة على الاستقرار في المنطقة تحركات واشنطن وحلفائها في منطقة الخليج تتكثف وغايتها إيران خطوات ليست بجديدة ففي سبتمبر من عام 2021 أعلنت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية أن الأسطول الخامس التابع لها شكل قوة المهام التاسع والخمسين في الخليج لزيادة قدرته على الرد ودمج الأنظمة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي بسرعة في نطاق عملياته بعد أشهر وفي فبراير تحديدا أعلن الأسطول الخامس من البحرية الأمريكية المتمركز في البحرين عن إطلاق سرب من مئة طائرة مسيارة بالتعاون مع الحلفاء لمراقبة مساحات واسعة من مياه الخليج العربي في ظل تصاعد التوترات مع إيران أدوات الردع تنوعت أكثر فكانت زوارق مسيارة لتجوب مياه الخليج أعلن عنها قائد الأسطول الخامس برات كوبر في مايو من عام 2022 وكشف أن الأسطول سينشر مئة مركبة بحرية لمنع تهريب المخدرات والأسلحة وزيادة القدرة على ردع الأنشطة المعادية تنوع الأدوات شمل كذلك أطلاق الأمريكيين في يوليو برنامجاً لمكافحة التهريب في مياه الشرق الأوسط يقوم على تقديم مكافآت مقابل المعلومات التي يمكن أن تساعد البحار في اعتراض الشحنات غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة صحيفة Wall Street Journal كشفت في سبتمبر الماضي عن تعاون البحرية الأمريكية مع إسرائيل ودول أخرى لبناء شبكة من المسيارات البحرية في إطار سعيها لرصد تحركات إيران البحرية بالمنطقة مؤخراً وبعد إحباطها عدة محاولات تهريباً أعلنت كذلك البحرية الملكية البريطانية أنها ستطلق أسطولاً من مئة سفينة مسيارة في الخليج لمطاردة ما وصفته بالعصابات التي تهرب الأسلحة والمخدرات من إيران اشتركوا في قناة الشرق للأخبار على يوتيوب لمواكبة آخر التطورات والأحداث السياسية معي أنا دينا فياض